اهلا بيكم من المركز اقامي للبحوث ومن معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية وحييكم انا ايمان كامل عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية واستشاري التغذية العلاجية مهم جدا نعرف ان انتشر نظام اسمه نظام الصيام المتقطع او الانترميتن فاسدنج النظام ده مش بينفع لكل الناس مش كل الناس تقدر تصوم 18 ساعة و 16 ساعة صعب اغفر رمضان بيبقى فيه سبب لكن حاليا لو الايام عادية صعب الناس تقدر مين اللي يصوم هذا الصيام؟ الناس اللي عندها مقاومة انسولين بيتحسنوا جدا على نظام الصيام المتقطع مثلا يفطروا الساعة مثلا 12 ويعودوا يكلوا كل ساعتين لغاية الساعة 8 ويبطلوا اكل الساعة 8 ومن 8 الى 12 يعيشوا على سوايل مفيهاش سكر ولا لبن ده نظام الصيام المتقطع بس فيه اسناء من 12 الى 8 مسائل يكلوا اكل صحي يعني خضار وفاكهة وبروتين وينشيل الجلد وينشيل الدهون وناكل الحاجات الصحية النشويات الصحية والدهون الصحية النظام ده كويس جدا وبيقلل محيط الوسط وبيقلل مقاومة الانسولين وبينفع للناس اللى عندها تكاوس موبايل لكن ما بينفعش لبعض الناس اللى هي بتجوع بسرعة او الحرق عندها زيادة بيبقى عايزين يكل كل ساعتين ثلاثة وده بيأثر على مزاجهم بيأثر على حالتهم العصبية لو حد سايق وحسس المصايم والسكر وطي في جسمه بيتعبوا جدا فمش اي حد ينفعله نظام الصيام المتقطع وانصح ان يكون تحت اشراف طبي دمتم بصحة وسعادة ورشاقة اشتركوا في القناة